اشتركوا في القناة وكذلك تحديد الدفع الناتج عن تغير الزخم المؤثر على الأجسام كبداية عزيز الطالب أنت تشفت وصف قانون نيوتون الثاني في الوحدات السابقة عن وصف الحركة وكيف تؤدي إلى حدوث تسارع F تساوي M في A ولما نقول تسارع A يعني تغير في السرعة وبالتالي تغير السرعة ينتج عن قوة محصلة حسب قانون نيوتون الثاني فمثلا بلعبة التونس يحدث تغيير في السرعة المتجهة للكرة عندما تصطدم بالمضرب بسبب قوة تأثير المضرب على الكرة وتتغير القوة أثناء تأثير المضرب على الكرة كما يوضح أمامك أو يظهر أمامك في الشكل المجاور بأن القوة تبدأ من الصفر لما توصل الماكسيمم القيمة العظمى هذه المدة الزمنية التي في الرسم البياني تمثل عندك زمن التلامس مع المضرب فبالبداية تكون القوة في نمو لما تصل قيمة العظمى ثم تنخفض قيمة القوة مع مرور الزمن فهذه الفترة الزمنية تسمى زمن التلامس وتلاحظ أن هذه القوة تزداد ثم تتناقص أثناء عملية التصادق لعلاقة الدفع والزخم نجد أن الدفع وهذا الدفع اللي احنا بالانجليزي يسمى أمبالس ولذلك بنعطيه رمز آي عادة في الفيزية بنرمز للدفع بالرمز آي بأنه حاصل ضرب القوة المؤثرة في الجسم في زمن تأثير هذه القوة يعني هذه الأف في دلتة تي تساوي لنا الدفع الناتج أو الامبالس وهذا يعادل الماس في السرعة أم في في لذلك عزيزي طالب هذه القانون أم في فيه هو ما سنتعرف عليه بمفهوم الزخم أن بي تساوي الام في في الام هي الماس الكتلة والفي هي السرعة هذه الكتلة وحداتها كيلو جرام السرعة وحداتها متر لكل سكن ولذلك وحدة قياس الزخم هي كيلو جرام متر على سكن أو الاف هذه وحداتها نيوتن والتايم وحداتها سكن فسيكون وحدة قياس نيوتن سكن أو كيلو جرام متر بير سكن وحدات متكافئة وهذا هو اللي موجود أمامكم كما ترى عزيزي الطالب أن وحدة القياس نيوتن سكن يمكن إيجاد الدفع في حالات تغير القوة مع الزمن نفس ما تشفنا في الرسم البيانة من شوي قوة تبدأ من الصفر تصل إلى ماكسيمم ثم تعود إلى الصفر من خلال تحديد المساحة تحت منحنة علاقة القوة مع الزمن يعني إذا كان عندك رسم بيانة عزيزي الطالب وهنا معطيه لك قيمة القوة F وهنا معطيه قيمة الزمن T لو كان الرسم البياني اللي معاك بهذا الشكل هذه الاريا under the curve إذا حسبت هذه المساحة ستعطيك قيمة الدفع الناتج وهنا مثلث يعني نصف القاعدة في الارتفاع إذا كان مربع طول في العرض وهكذا وبالتالي الزخم أو المومنتم هذا الزخم واللي رح نتعود نعطيه رمز P عزيزي الطالب هو حاصل ضرب الكتلة في السرعة الأم في V هذا قانون مهم لحساب الزخم ومن خلاله نوجد التغير الناتج في الزخم وهو ذلك في ارتباط بين الدفع والزخم بنظرية الدفع والزخم أن هذا الدفع الناتج يساوي دائماً التغير في الزخم يعني باختصار I تساوي دلتا P تغير الزخم الناتج يعطيني الدفع المؤثر في حالاتنا ولذلك ترتبط العلاقة F دلتا T وهذه اللي قلنا عنها تساوي لنا الدفع I هذه الأف دلتا T تساوي P final minus P I هذه اللي نسميحنا دلتا P P final minus P initial لذلك الدفع I هو فعلياً يساوي دلتا P ويعادل القوة في الزمن الناتج لهذه القوة وبالتالي لو كانت القوة ثابتة وليست متغيرة سيكون الدفع هو حاصل ضرب القوة في الفترة الزمنية التي أثرت خلالها هذه القوة ولذلك إذا كانت القوة المؤثرة في الجسم غير ثابتة يعني متغيرة القوة سيكون الدفع حاصل ضرب بالأفرج الآن لما تكون مرة صفر ومرة قيمة ماكسيمم زين فبناخذ إحنا الأفرج هذه الأفرج هو متوسط القوة مضرباً في الفترة الزمنية أو بحساب المساحة نفس ما رويتك من شوي تحت المنحنة البياني ومن التطبيقات على نظرية الدفع والزخم سياراتنا الجميع والكل يعرف عن الإيرباغ الموجودة في السيارة لأنه عزيزي الطالب القوة المؤثرة تعتمد على الزمن وبشكل عكسي يعني إحنا بما أنه ذكرنا بأنه الآي تساوي هذه الآي قيمتها تساوي الآف في تي تجد أنه آي تساوي الآف في تي إذن الآف تساوي آي على تي يعني الآف بتتناسب عكسياً مع الزمن فكلما زاد زمن التلامس بتقل القوة المؤثرة والعكس كلما قل زمن التلامس بتزيد القوة المؤثرة لذلك عزيزي الطالب قفزك على أرض رملية أخف تأثيراً من أنك تقفز على أرض الصلبة لأنه في حالة الأرض الصلبة زمن تلامس قصير وقوة صدمة بتكون ناتجة أكبر في الأرض الرملية زمن تلامس أطول فتكون القوة الناتجة أقل وهذا ما تحققه الإيرباغ فالإيرباغ بدل ما أن السائق يصطدم بالمقود مباشرة الإيرباغ بتمدد زمن التلامس على بالما يصطدم رأس السائق بالمقود فزيادة الزمن تخفض القوة الناتجة عن هذا التصادم وهذا موضح عند انتفاق الوسادة الهوائية تؤدي قوة الضربة إلى إحداث تفاعلات تؤدي الانتفاق هذه الوسادة الهوائية ويؤدي ذلك لتقليل القوة من خلال ماذا؟ من خلال زيادة الفترة الزمنية في تأثير هذه القوة تدريبنا التالي عزيز الطالب عن تطبيق قانون الدفع والزخم عن حركة مركبة كتلتها أول شيء عطانا الماس هذه الكتلة وسرعتها الفلوسيتي في 26 متر برسكند هذه السيارة عزيز الطالب يمكن أن تتوقف بعدة طرق الحالة الأولى أن تتوقف خلال زمن 21 سكند من خلال الضغط على الفرامل برفق أو إذا زيتنا الضغط على الفرامل تتوقف بزمن أقل وإذا اصطدمت في جدار ستتوقف خلال مطلوب في سؤالنا حساب القوة الناتجة في كل حالة من الحالات الثلاث طبعا عزيز الطالب توقعاتك وين رح تكون أكبر قوة مؤثرة على السيارة صحيح في الحالة الثالثة عند اصطدامها بجدار وتوقفها بزمن 0.22 لأنه زمن قصير جدا وستجد القوة الناتجة أكبر أما الحالة الأولى الفرامل برفق وتاخد 21 سكند على ما توقف فهذا ينتج قوة أقل كما سترى بالحسابات هذا الشكل وهذا على فكرة بكتابكم السؤال في الحالة الأولى طبقنا القانون أن القوة في الزمن يساوي delta P delta P يعني تغير الزخم اللي هو الـ P final minus P initial أو P2 minus P1 هذا الـ P2 MV2 والـ P1 MV1 كل هذا ينتج لنا F delta T احنا المطلوب علينا F نبي القوة F الزمن معروف عندي في الحالة الأولى الزمن 21 سكند ترجمة نانسي قنقر